كما التقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مع معالي السيد فريدون سينير أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة حيث بحث السبل المختلفة نحو مواجهة مشكلات المنطقة وتحدياتها بما يعزز أمنها ويضمن سلامة شعوبها وأعرب معالي وزير الخارجية عن ارتياحه للتقدم الحاصل في العلاقات مع الجمهورية التركية مؤكدا حرص المملكة على تنوع أطور التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين من جانبها كدى وزير خارجية الجمهورية التركية على رفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤون مملكة البحرين الداخلية ودعم الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة هذه التدخلات للحفاظ على مصالحها